موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا التجهيز لتنفيذ مشاريع المنطقة الحرم ساعد رسوم جديدة على الليبيين القاصدين نصر برا مهرجان الربيع يفتتح أبوابه بالمرش موسيقى بحث مجلس إدارة المنطقة الحرم ساعد ألية البدء الفعلي في تنفيذ مشاريع المنطقة وتحديدا التعويضات المالية لسكان المنطقة بالإضافة إلى البدء في رفع مساحة الميناء التابع للمنطقة الحرة نتابع موسيقى البدء الفعلي سيبدأ بإنشاء الميناء عندما يحدد الميناء ويصمم الميناء هناك يتم الإعلان والانتلاق الفعلي للمنطقة الحرة مساعد لأن الميناء هو النافذة البحرية وهو النافذة الناقل البحري للمنطقة الحرة مساعد وللمناطق المجاورة حتى في جنوب الأفريقي هذه المناطق التي لا توجد لديها حدود بحرية حتستخدم هذا الميناء لتجارة العبور طبعا المنطقة ما تحصل على جميع الموافقات اللي هو إنشاء الميناء وإنشاء المطار الدولي أيضا في المنطقة ولكن الأول نقطة سيتم بها التنفيذة هي الميناء حيث الميناء هو الذي سيكون النافذة الأولى للعالم ومن ثم إنشاء المطار طبعا الميناء سيكون ميناء دولي مكون من ثمان أرصفة حاليا سيتم الشروع في تحديد الميناء وتصميمه بالكامل وفي حديث خاص لقناتنا أكد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرم سعد سعد محمود إن المشروع سيدخل حيث التنفيذ خلال أشهر من الآن مشيرا إلى ما سيقدمه هذا المشروع للاقتصاد الليبي والسوق العمل نتابع المنطقة الحرم سعد حديا اجتماعت الاجتماع الأول لسنة 2023 بعد مراجعة وزارة الاقتصاد بشأن تفعيل المنطقة المنطقة اليوم كان بنود محضر الاجتماع اليوم البند الرئيسي كان هو الموافقة على تشكية تكليف الشركة بشأن تحديد وتصميم الميناء المنطقة الحرم سعد في منطقة امرقبة المنطقة الحرم سعد هي منطقة تتبع الدولة الليبية تحت أشرف وزارة الاقتصاد المنطقة ستنشع على مساحة 2500 هكتار المنطقة توجد بها صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة وصناعات تحويدية ومنطقة ذكية ومطار وميناء ومنطقة نفطية ومنطقة ذكية ومنطقة معارض المستهدف من إقامة المنطقة هي إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة متوقع حوالي 500 الشركة تقام في المنطقة الحرم سعد مستهدف أيضا إقامة توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 35 ألف مواطن في المنطقة المنطقة ستساهم في تطوير المنطقة وتوفير الأيدي العاملة وتقنية ونقل الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية إلى منطقة الحرم سعد تداول نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها تغيير السلطات المصرية رسوم الدخول والخروج للليبيين عبر منفذ السلوم البري وبحسب مرسلنا في طبرق فإن السلطات المصرية فرضت دفع 350 جنيه مصري كرت مسافرين على كل مسافر عند عبور بوابة الشويش عطية بالإضافة إلى مبلغ جديد وهو 250 جنيه مصري تم فرضه بدل الختم لدى أقرب قسم جوازات قبل مرور 7 أيام من دخول مصر عبر البر إضافة إلى 75 جنيه مصري لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة وأفاد مراسلنا أن التغيير شمل حتى رسوم الخروج من مصر برا لتكون 350 جنيه مصري كرت و15 جنيه مصري كرت جوازات بالإضافة إلى دفع 850 جنيه مصري تقريبا تغريبا عفوا لمن لم يقوم بدفع 250 للرسوم الجديدة عند الدخول وللوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع معنا مرسلنا من تبرج هناك محمد شحات أهلا بك محمد تغيير وإضافات جديدة في الرسوم المفروضة على المسافر الليبي إلى مصر برا ضعنا في خلفيات هذه الإضافات نعم نسرين إضافات تطال الرسوم المفروضة من السلطات المصرية على المواطن الليبي القاسد السفر إلى جمهورية مصر برا وهي 250 جنيه مصري بدل عن ختم الإقامة أو ختم المثلث في جواز السفر الليبي والذي كان محددا بمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال الفترة الماضية كذلك إضافة 75 جنيه مصري لكل راكب يصل معبر السلوم دون مركبته الخاصة نهيكي طبعا عن غرامة تقدر بـ 850 جنيه مصري لمن يتخلف عن قيمة بدل ختم الإقامة حقيقة نسرين إذ ما تحدثنا بشكل مفصل ربما عن هذه الإضاحات فيستلزم الأمر أن نعود إلى اتفاقية العبور التي وقعت بين بلديات البطنان من جانب ليبيا ومحافظة مطروح من الجانب المصري مطلع إبريل عام 2015 نسرين والتي تسمح بدخول المواطنين الليبيين دون سن الخامسة والأربعين بنظام القوائم والسماح لمن هم فوق ذلك وللنساء بشكل عام بالدخول دون أي إجراءات حيث بدأت السرطات المصرية نسرين بفرض رسوم منذ عام 2017 بالرغم من هذه الاتفاقيات وأصبحت هذه الرسوم تتزايد بين وقت وآخر بالرغم من مطالبة الشارع بضرورة فرض سياسة المعاملة بالمثل بظل أن هذه الرسوم فرضت فقط على الليبيين دون غيرهم طيب هل تشمل هذه الإضافات الفئات الغير مشمولة بالاتفاقية التي ذكرتها وهل لها علاقة بقتني بلديات المنطقة الشرقية غير المدرجة في الاتفاقية نسرين الرسوم منذ فرضها لم تستثني أحد سواء كان مسافرين أقل من ثمانية عشر أو أكبر من أو أقل من ثمانية وأربعين سنة كذلك النساء بمختلف عام نعم نسرين مسافرين بلديات الليبيين الأخرى الغير مشمولة بهذه الاتفاقية وهي إجراءات لربما تخالف الصبغة القانونية لهذه الاتفاقية التي لم تقر فرض الرسوم من عدمه بين المسافرين من كلتا البلدين طيب هل ستأثر هذه الخطوة على حركة السفر في المنفذ محمد خاصة حركة المغادرة إلى مصر بشكل واقعي النسرين لا نستطيع أن نجزب أن هذه الخطوة ستؤثر على حركة المسافرين إلى مصر سواء علاج أو دراسة أو سياحة خاصة وأن أغلب الأسر وشباب من مختلف بلديات شرق ليبيا يتوجهون إلى مصر برا لقضاء هذه الإجازة وهو ما يعزز لربما فرصة السلطات المصرية في فرض رسوم جديدة مع ضمان تطبيقها وعدم تسجيل أي اعتراض عليها من المواطن الليبي خاصة من المسافرين من بلديات شرق البلاد طيب في وقت سابق كنا نقلنا زيارة لعدد من النواب لمنفذ مساعد البري ما هي أغر المسجدات والنتائج لهذه الزيارة؟ نعم أعضاء مجلس النواب الذين زدلوا المنفذ نسرين مطلع يناير الماضي قدموا تقريرهم لرئيس مجلس النواب الذي شكل بدوره لجنة تعنى بالتواصل في هذا الخصوص ولكن حتى هذه اللحظة نسرين لم يعلن بشكل رصب عما قدمت هذه اللجنة أو ما قامت به منذ إنشائها حيال هذه المواضع فيما أفادت نسرين مصادر نيابية أن اللجنة شرعت بشكل فعلي في التواصل مع لجنة الخارجية بمجلس النواب المصري لبحث حلول واضحة لهذه المشكلة واستصدار تشريعات جديدة بحيال هذه التعاملات مع ليبيا أو العمل بالاتفاقيات المبرمة سابقا بين البلدين خاصة اتفاقية 1990 الخاصة بالتنقل والتجوال لمواطني البلدين على أراضي البلدين أخيرا محمد وافي سياق ليس ببعيد الحركة التجارية في منفذ مساعد كيف تسير خاصة في هذه الفترة؟ نسرين هنا نقف على بعض مددولات وسائل إعلام محلية حيث تسجل ليبيا في الربع الأول من هذا العام رقما قياسيا في استيراد السلع المصرية والتي تجاوز 300 ألف مليون دولار لتكون بذلك أكبر مستورد إفريقي للصرديرات المصرية بحيث يعكس ذلك انتعاش الحركة التجارية بشكل كبير بمنفذ السلوم البري خاصة مع التصدير للسوق الليبي تأتي هذه النسب نسرين في ظل ما يتعرض له سيقي الشاحنات تعليبية من تعطيل في الإجراءات وكذلك نوع من الانتظار لساعات طويلة في منفذ السلوم البري نهيكي طبعا عن حذر أغلب السلع والخضار المصرية بسبب اجتباه أن تكون محملة ببعض الأمراض كالسرطان الذي جاء وفق تقارير منشورة في مواقع عربية ودولية خاصة بعد نشر صور ومقاطع فيديو تبين رأي هذه الخضار بمياه الصرف الصحي ما جعلها محظورة الاستيراد سواء كان على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي إضافة إلى السوق طرق النقل والتخزين لهذه الخضار والمواد الغذائية ودولية مراسلنا من طبرق محمد شحات كنت معنا شكرا لك الآن فاصل ونعود للمتابعة انفجار سيارة هزت شوارع مدينة البيضة اليوم ولتوضيح ملبسات هذا الانفجار وآخر المستجدات حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من مدينة البيضة محمد شباح أهلا بك محمد ضعنا في صورة هذا الانفجار نساء خير نسرين تحية لك وتحية لكل المشاهدين طبعا اليوم زي ما ذكرت في بداية الخبر هذا الانفجار سمع دوي في مدينة البيضة تمام الساعة الخامسة الصباح بالفعل تحركت الجهات الأمنية لمكان الانفجار حيث ما تم إفادتنا به من قبل المصادر الأمنية خاصة عن لسان مدير أمن البيضة العميد خالد البسطة واللواء خالد البسطة أكد بأن هذا الانفجار هو نتج عن أحد الأشخاص قام بروني قم بيدوية الصنع الأحد السيارات الواقفة بأحد الأخيات ونتج عنه هذا الانفجار أبعاد إلى الآن حسب ما ذكر لنا أن أبعاد أو جنائية ضحتة بمعنى باتبار أن حسب ما ذكر لنا المصادر الأولية حسب التحقات الموجودة الآن في هذه الأثنان أن هذه المشكلة هي مشكلة شخصية بين مواطنين وحادهم بقام برمي هذه القمبلة الهدوية على السيارة وتم من خلال حتى المصادر التي حصلنا عليها بأن وجد حتى قمبلة أخرى موجودة باعة السيارات وبالتالي ذكر لنا السيد خالد البسطة حسب البيانة صادرت منهم بأن هذه المشكلة هي حسب ما تم تصنيفها هي قضية جنائية ما بين الشخص الذي قام برمي القمبلة هل هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار؟ هو فقط تضرر سيارتين سيارة نوع كانتر والسيارة الأخرى هي هوندال ولكن لا وجود لأي خسائر بشرية باعتباراً التفجيره كان في ساعات الصباح الأولى ولا وجود لحرك حتى للسكان الحية والمنطقة الموجودة في هذا الانفجار وبالتالي لوجود لأي أضرار بشرية فقط هو تضرر السيارتين فقط ونكرر ونقوله حسب ما ذكرنا بينا قضية جنائية ونتابع أكيد نترين حجاب إن شاء الله أبعاد هذه القضية إلى انتصل باعتباراً المكان هو سكني وبالتالي أيضاً المسأة خطيرة بعض الشيء عندما نتحدث عن تفجير وصف مدينة البيضاء يعتبر أمر خطير ونتمنى السلامة للجميع طيب محمد خليني نسألك هل فيه تصريحات من قبل الجهات أو مديرية أمن المدينة يعني من ناحية التحفظ على الشخص الذي قام بالانفجار نعم إلى الآن إلى هذه الساعات لم يتم الإعلام بشكل رسمي عن الشخص الذي قام بهذه العملية ولكن حسب التحقيقات الأولية هناك مشاكل شخصية أو مشكلة شخصية بين يتعرض لها الشخص الذي تعرض لهذا التفجير وبالتالي هناك تحقيقات تقول بأن هناك من يريد الانتقام وبالتالي تم تدوينها كخضية جنائية ولا تتحقيقات جارية وسيعلم فيما بعد سيعلم فيما بعد حسب موعدنا سيد مدير الأمن سيعلم فيما بعد أبعاد هذه الخضية وهو معكد لنا من خلال مصادرها بأنها تظل جنائية وبالتالي جنائية بمعنى أن سيكون هناك تسمية لأطراف هذه القضية نعم مرسلنا من مدينة البيضة محمد شباح كنت معنا شكرا لك كما تعرضت مشاهدين سيارة نقل للوقود للاحتراق في محطة الكارفور بمنطقة تيكا غرب بنغازي وحول هذا الموضوع ينضم معنا مرسلنا محمد العزومي من مدينة بنغازي أهلا بك محمد محمد ما هي تفاصيل انفجار سيارة النقل في محطة الكارفور بمنطقة تيكا وما هي الأضرار الناتجة عن هذا الانفجار أهلا وسهلا بك زميلة نسرين بداية السيارة ليست سيارة تنزيل كما اتجهنا إلى النقطة المعنية وكان فيها سيارة بجرد يحضر تصفحي كما مع المعذوبات الواردة لحد الآن من شهود العيان وأصحاب المحلات التي هناك أن قام صاحب السيارة بالدخول إلى المحطة والدخول إلى أحد المطاعمة وإخذ المحلات حدث اجتماس في السيارة أثناء وقوعها في تلك المكان وحدث الاجتهاب الميران في المكان لحد الآن لا توجد معلومة ما هي وكيف اشتعلت هذه السيارة أو ما الذي حدث بالتحديد كما وفدون الأجهزة الأمنية هناك من مدرية أمن بنغازي ولكن هو حادث احتراضي فقط لغير وليست سيارة تنزيل وبفضل الله أن المحطة التنزيل هي مغلقة منذ عدة أشهر بسبب إشكالية حادثة في تلك المنطقة ولا توجد أي أشرار أي أفرار عفوا مادية أو بشرية والأمور مضامنة جدا تواجدت أيضا سيارات المطافي بإثماد الحريق في أثناء وقوع الحريق طيب محمد يعني ما فيش حتى هذه هي التصريحات الموجودة فقط من المدريات الأمن أو مدرية الأمن هناك ولكن هل هناك أي تصريحات موجودة أو صدرت عن شركة الصرف الصحي كما ذكرت أن السيارة منهم هما ربما هي سيارة خاصة عما من سيارات الصرف الصحي زي ما نوعد لكنه هو صاحب السيارة وربعا كان نازل المحلات وكذا فاشتعلت السيارة بحاجة تقيعة الكيماس أو لحد الآن ما فيش حاجة أعطانا معلومة أكيدة لأن الحاجة كان اكترابي وليس مثلا مفتعل أو عملية مثلا إرهابية أو غير من مما أشيعة على صفحات التواصل الاجتماعي ولكن حاجة اعتراضي أيضا أن محطة الدنزيل لا توجد فيها الدنزيل مما أدى إلى إخماد الحريق في وقتها وإنتهات الأمور وننتظر في تصريحات إذا كانت أي معلومات من مدرية الأمن أو من الأجهزة الأمنية أخرى ولكن نطمن أن الأمور جيدة جدا ولا توجد أي أضرار بشري أو مدية مراسلنا محمد العزومي من مدينة بنغازي كنت معنا شكرا لك افتتح افتتح في مدينة المارج مهرجان الربيع للإبداع الذي انطلق تحت شعار إنتاجنا فخر والذي يشرف على تنظيمه المجلس التسييري بالبلدية وبالتعاون مع مشروع تقارب وبمشاركة مؤسسات من مدينة جالو وشخرع بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغرى كما يصلت الضوء على المنتجات المحلية لتشجيع المواطن للمنتج المحلي عدسة هنا ليبيا تجولت بين أرويقة المهرجان ورصدت هذا المحفل الهام فلنشاهد اليوم في بلدية المرج يقام المهرجان الربيع الأول للإبداع والتمييز طبعا هذا المهرجان شراكة بين بلدية المرج ومشروع تقارب وكذلك كلية التربية المشروع يهدف إلى الشراكة المجتمعية يهدف إلى إظهار المنتجات الليبية وكذلك الحرف اليدوية والمقتنيات الشعبية الغرض من هذا المهرجان هو إظهار بلدية المرج وإظهار مدينة المرج وكذلك يعني تبديل نظرة الناس للمنتج الليبي وكذلك لإعادة الموروث الليبي وكذلك المطلوب هو لمة هالناس حضور بلديات كيف جاله ووهش خره وعرض منتجاتهم من جنوب الليبي هذا كان شرف وفخر كبير لنا طبعا الجاله هذه مشهورة بالصناعات التقليدية ثروات الطبيعية فوسي الملابس عندها تنوح ثقافي كبير وجميل وأيضا عندها شهرة في المعارض في المشاركات أنا غير أني عضو المجلس ليس جمعية اللاب وعندنا مشاركات دولية وليبيا وعربية وأيضا نظموا في المهرجانات في جاله فهم المرة هذه الوفد كبير معظم النساء شاركا بصناعات الملابس التقليدية بتاع جاله والسحفيين صناعات الغذائية القائمة على التمور صناعات التجميلية البخور الأشغال اليدوية صناعات الورد الزيوت الطبيعية كلها موجودة في المهرجان جينا هنا بدعوة من جمعية اللبة وجمعية النهضة من مدينة جاله اطلاع على المعرض في يومي الأول هو كان الحضور مزال بسيط لعدة أسباب منها مواجهة فترة عطلة وأيضا كان ناس جلدة مش عالمة ولكن الآن بدأوا يتوافدوا على المهرجان والحضور بادي يتحسن وهي خطوة حقيقة ممتازة جدا في ظل براز الصناعات الليبية والتقليدية وأيضا إشهارها وأيضا تكون مقارعة في السوق الموازي نحن اليوم جمعية النهضة النسائية مشاركة في مهرجان الربيع ببلدية المرج هذا المهرجان بكمبيت كلية التربية شكرا على الدعوة أيضا مشروع تقارب طبعا جناح جمعية النهضة النسائية طبعا جمعية النهضة النسائية تهتم بالأول بالتراث يعني بالجانب التراثي سواء كان بالزي الخاص بالمنطقة بالزي الجلاوي أو المغتنيات الشعبية أو المنتجات المحلية في منطقة جالو سواء كان من منتجات التمور سواء كان التكرا سواء كان الرب الخل يعني هذه أهم المنتجات تقدم فيها منطقة جالو أو بلدية جالو واحد دين ثلاثة تقدم منصة سبيتار خدمات وحلول رقمية للخدمات الصحية والتي تهدف إلى رفع الكثاء الصحية في ليبيا كما تسلط الضوء على أهمية تقديم الحوض حلول التقنية المبتكرة للارتقاء بجودة خدمة الرعاية الصحية في كافة ربوع البلاد هي تقدم حلول التقنية الحلول التقنية هذه تتضمن في تطبيق يقدم بشكل أساسي اشتشارات طبية عن بعد يعني يقدر الشخص أنه يتحصل على استشارات طبية مع أكثر من 1500 طبيب في مجالات مختلفة حاليا المنصة يجد فيها طباء مختلفين من مختلف الدول في فيبيبيا في في تونس في أماكن مختلفة من العالم غير الخدمات هذه المؤسسة قدم أرض أيضا في خدمات رعاية منزلية يعني زي من عارفين أن هناك ناس تكون محتاجة أنها محتاجة أو مش قادرة تمشي المستشفيات ذلك بار السن وغيرهم فعن طريق التطبيق يقدروا يتحصلوا على خدمات رعاية منزلية من طب مريد منزلي علاج طبيعي أو حالية طبية الخدمات الثانية اللي قد مفاهية هي خدمة الحجز في العيادات يعني الشخص يقدر هو مقاعد يسيحه جب باستخدام التطبيق أنه يحجز في العيادة بالكامل بدون يعني من يضطر أن يمشي ويقطع مسافات والخدمة هذه يعني تساعد بشكل أساسي الناس اللي هم مرضي حاجة أو يقعدين في الأماكن النائية ونقول الأطراف أهداف طبعا سبيتار هي تقديم خدمات ورعاية صحية يعني كاملة وبجودة عالية لكافة الأشخاص من حول العالم طبعا هنختصوا بالذكر الناس مثلا ممكن في ظروف بيئية مثلا نحرموا من رعاية صحية يعني وخدمات صحية فمن هذا المنطلق يعني طبعا افتتحنا يعني يعني بدينا بمشروع سبيتار في الجنوب وبدينا بأننا افتحنا مكتب سبيتار في سبها ومنها إن شاء الله حيتم افتتاح النقاط صحية في الأماكن متفرقة من الجنوب أهداف النقاط الصحية هذه إن هي ربط المريض بالمزود الرعاية الصحية فيكون هنا طبعا حيتم استقبال مثلا المرضى تقييم حالتهم الصحية وبناء عليه طبعا يتم تقديم الخدمات الصحيحة ليهم إن شاء الله فهذه بملخص يعني عن النقاط الصحية وكيف شغلها إن شاء الله في الجنوب في فترة جاية بإذن الله وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا أمسي طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة